مرحبا بكم إلى درس جديد سأترك لكم المجال حتى تحاولوا أن تترجموا هذا الكلام الذي نفطرض أنه خطر على بال أي أحد منكم وهو يريد أن يتحدث أو يقول هذا الكلام الذي ظهر في عقله من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قبل أن أسمح لكم بأن تنظروا إلى هذه الترجمة العربية وسنحول إلى اللغة الإنجليزية أريد أن أنصحكم عندما أعطيكم مثل هذه التمارين قوموا بعملية تحويلها أنتم يعني إلى عدة أشكال مختلفة طبعا أنا سأبتعد عن الصبورة وسأقرأها ثم سأشرح لكم وجهة نظري أو نصيحتي كما تلاحظون في الصبورة مكتوب سافرت قبل ثلاثة أشهر إلى باريس مع زوجتي لقد كانت رحلة رائعة وكان الجو جميل جدا وصلنا مطار باريس الساعة الثانية بعد منتصف الليل أخذنا تاكسي من المطار إلى فندقنا لقد كان فندق رائع لكنه غالي مكتنا هناك لمدة أسبوع استمتعنا بوقتنا كثيرا اشترينا بعض الهدايا لأقربائنا أكلنا السمكة الطازج قابلنا بعض العرب هناك أعتقد أن باريس أجمل بلدة في العرب أخرى ما أريدك أن تركز عليه لا تركز فقط أن تترجم هذا الكلام وكأنه نموذج واحد لا عندما أعلمك أنا كيف تترجم هذا الكلام فعليك أن تقوم بعملية تبديل يعني سافرت قبل ثلاثة أيام ممكن تتبدل قبل خمسة أيام قبل ثلاثة أشهر قبل سنة إلى باريس إلى لندن إلى أمريكا مع زوجتي مع صديقي مع أصدقائي مع عائلتي مع ابن عمي لقد كانت رحلة رائعة لقد تكون رحلة سيئة والعياذ بالله كل شيء ممكن وكان الجو جميل قد يكون الجو حار قد يكون الجو سيء جدا وصلنا مطار باريس الساعة الثانية وصلنا مثلا المنزل وصلنا الفندق وصلنا قم بتغيير يعني يا جماعة يا أخواني نموذج مثل هذا النموذج لا تقتصر عليه فقط ترجمة واحدة أنا ما أعلمك يا أنت تستطيع أن تبدله فقط افهم الطريقة كيف تحول الكلام أو أفكارك من العربية إلى اللغة الإنجليزية سأترك لك الفرصة يمكنك الآن أن توقف الشاشة وتبدأ بالترجمة لكن حتى لا نطيل الفيديو سأبدأ أنا مباشرة بترجمة الجملة الأولى والتي تنتهي عند زوجتي إذن سافرت قبل ثلاثة أشهر إلى باريس مع زوجتي ممكن أن تكون جملتك لا تبدأ بالفعل يعني ركزوا أن أنا استقصدت أو عنيت أن أبدأ الجملة بفعل لأنه في اللغة العربية كثير من أبدأ جملنا بفعل أكلت شربت ذهبت سافرت لكن في اللغة الإنجليزية كما تعرفون لا تستطيع أن تبدأ الجملة عفواً بفعل عليك أن تبدأ جملتك بماذا؟ هناك قانون معروف ومحدد وهو أن تبدأ الجملة بالفعل أين هو الفاعل في هذه الجملة؟ ركزوا قد تكون أي جملة من الجملة التي سنقرأها الفاعل يبدأ بالبداية قد يكون الفاعل بالوسط قد يكون الفاعل بالنهاية أنت لا يهمك هذا الكلام عقلك يبرمج نفسه أن يختار الفاعل ويضعه في البداية إذن أين هو الفاعل في هذه الجملة؟ سافرت قبل ثلاثة أشهر إلى باريس مع زوجتي من الذي سافر؟ غير مذكور هو أنا لكن سيد مراتي غير موجودة أنا هي موجودة باللغة العربية؟ باللغة الإنجليزية توجدها لابد أن يعرف السامع أو القارئ إذا قرأ كتابتك أين هو الفاعل؟ فسنبدأ جملتنا بماذا؟ I أنا سافرت travel travel يسافر حين تأتي بإيدي تضيف لها I traveled أنا سافرت تمام؟ قبل ثلاثة أشهر أجلها عادة قبل ثلاثة أشهر قبل سنة قبل عشرين سنة هاي يفضل أن تكون في آخر الجملة لكن إلى أين سافرت؟ إلى باريس to Paris إلى باريس لا تنسى أن يكون الـ P capital مع من؟ with my wife مع زوجتي with my wife مع زوجتي هنا تأتي بي قبل ثلاثة أشهر طبعا قبل اللي يكتب بي فور هو خطأ لأنه بي فور ما تستخدم في الأزمنة يعني بي فور ثري ديز بي فور سيكس ديز لا يستخدم بهذا الشكل في اللغة الإنجليزية طيب ما هو البديل عنها؟ البديل عنها هي كلمة ago فتقول three months ago قبل ثلاثة أشهر three months ago هنا تصبح الجملة صحيحة وتضع full stop نفس ما وضعنا full stop أي انتهت الجملة هنا يعني يا سيد مراد I traveled to Paris with my wife three months ago صحيحة مئة في المئة طيب هل ممكن نبدأ الجملة مثلا I and my wife أنا وزوجتي سافرنا هي ممكن ما فيهاش إشكالية تبدأ جملة بفاعل هي الأصاح بهذا الشكل وكلاهما صحيح لا يوجد غبار عليهم الجملة التالية لقد كانت رحلة رائعة كثير ما يقف كثير من الطلاب عند كلمة لقد ويبحث عنها في قاموز جوجل ويبحث عنها في أماكن كثيرة ولا يجدوا لها ترجمة والحقيقة أنه لا يوجد ترجمة لكلمة لقد أنت فقط اتبع ما يقول لك مستر مراد فقط اتبعني أين هو الفاعل في الجملة؟ الفاعل لا يوجد لا أنا ولا هو لقد كانت رحلة رائعة الفاعل هنا غير عاقل وهو الرحلة الرحلة تعود على يعني بدل ما تبدأ طبعا أنا استطيع أقول الرحلة كانت ممكن أو تقول وهو يعاد أو تعود إلى رحلة أيوة أنت تصفها بأنها لا يوجد لا يوجد إشكالية الصفة هنا جيدة ورائعة وكان الجو جميل إذن هتشيل الفلسطوب وتبدأ جملة وتربطها بأن هنا أن بمعنى و الجو طيب يا أستاذ مراد ليش ما يكون أنا كتبتها إذ إذ خطأ لماذا؟ هو بيتكلم كل رحلة يا عزيزي في الماضي فخذ بالك أن كل الأفعال الجاية هتكون في الماضي يعني إذ خطأ طبعا لأنه ذلك الوقت كان الجو جميل الآن قد يكون سيء وصلنا مطار باريس الساعة الثانية بعد منتصف الليل طب من الذي وصل أنت عليه كما أخبرتك أنك أنت تستخرج الذي وصل اللي هو الفاعل الفاعل يستمرت وصلنا وصلنا ما فيش فاعل إلا فيه فاعل بس ركز أنت من الذي وصل الذي وصل أنا وزوجتي أنت وزوجتك إيش ترجعوا بالفاعل كسابجكت نحن خلاص يبدأ الجملة بنحن وي أيوة يصل هي arrive ولكن بما أنه بالماضي ستقول we arrived وصلنا we arrived أها مطار باريس كيف تقول مطار باريس باريس air port أو تقول the airport of paris يعني both of them كلاهما صحيح متى وصلوا الوقت دائما يستخدموا له حرف الجر at at to لا تكتب بعد منتصف الليل لا ترجم بهذا الشكل at to em خلاص هو يعرف أنه em هي صباحا يعني بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل منتصف الليل الساعة 12 بعد 12 يسمى em طب والpm الpm بعد الساعة 12 صباحا يعني واحدة الظهر يسموها one pm أخذنا تاكسي من المطار إلى فندقنا من الذي أخذ شوف الذي يترجم غير الترجمة هذه خطأ أخذنا تاكسي خلاص ستقول نحن we كما بدأت الجملة هنا بwe بدأت الجملة هنا بit بدأت الجملة هنا بi فلابد وهنا حتى شوف ربطنا الجملة and the weather the weather هو يعتبر it الطقس والفعل was very nice لا بد أن تترتبه بهذا الشكل we وصع we أخذنا ماضي tick هو talk أخذنا we talk a taxi a taxi we talk a taxi لازم a يعني إذا ما كتبت الآ غلط لأنه الآ والآن قبل الأسماء المفردة المعدودة وهذا taxi مفرد ومعدود we talk a taxi we talk a taxi من المطار إلى فندقنا ما معنى من from إذا دائما تقول من مكان إلى مكان تستخدم from from the airport المطار إلى 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 الفندق بس وقال إلى فندقنا إلى فندقنا لقد كان فندق رائع لقد كان فندق رائع هذه جملة المفروض تنتهي هنا وهذه لقد كان فندق رائع لكنه غالي هذه جملة كيف تقول لقد كان اتفقنا أنا وأنت أنه لقد هذه ليس لها ترجمة صح 100 إذن من هو اللي كان رائع الفندق إذن ستقول عليه it لأنه طالما إنه it تعود على ما قبلها وهو الهوتيل الفندق أنا كتبت إذ أيضا خطأ أنت بتتكلم على الماضي كل جملة في الماضي it was a wonderful or beautiful hotel اللي تريد يعني beautiful a beautiful أو beautiful hotel لقد كان فيندق but ما معنى but ولا لكن شوف but لكن but it لكنه it was ولكنه it was expensive لكنه كان غالي ها ما شاء الأمور معكم طيبة هتقد كذا بدت تمشي معايا في نفس المنوال طيب ما رأيك ما رأيكم أن أترك لكم بقية الترجمة كhome واجب هذه أول مرة أعمالها نحاول أن نعطيكم فرصة أنكم أنتم تترجموا بقية هذه القطعة ستترجم مكثنا هناك لمدة أسبوع استمتعنا بوقتنا كثيرا اشترينا بعض الهدايا لأقربائنا أكلنا السمكة الطازج قابلنا بعض العرب هناك أعتقد أن باريس أجمل بلدة في العالم سأزورها مرة أخرى ما رأيكم أعطيكم هذه الفرصة سأعطيك فرصة وتحاول أنك تترجم هذا الكلام والفيديو القادم سأعطيك أنا ترجم هذا الكلام لا تنسى الاشتراك عشان المقاطع توصلك الجديدة لا تنسى مع الزملاء كما أخبرتكم عندما أجد أنه في مشاهدات كثيرة لمثل هذا المقطع أقوم بعملية تكرار المقاطع التي عليها مشاهدات كثيرة ترجمة نانسي قنقر المقاطع 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 المقاطع